موسيقى أعزائي المشاهدين محب التقوص برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تقص ومعنا في هذه الحلقة سيستكمل لأفط الحبر الجليل الأنبى بن يمين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللهوت التقصي بالكليات الإكليركية ومعهد الرعاية تأملاته في مزامير الساعة الثالثة مرحب بنيتك سيدنا أهلا بيكمون أهلا بيكمون معدنا نهاردة سيدنا مع مزمور 28 ومزمور 29 مزمور 28 حاجة غريبة داود النبي شاف عصفة رعضية هيا إحنا لما نشوف حاجة زي كده ممكن الإنسان يهاب ويخاف أو ممكن يلجأ لربنا بس يعني يرفع قلبه كده لربنا يقول له يا رب بستور يعني لكن نلاقي داود النبي عمل مزمور جميل أو يسبح فيه ربنا لما شاف العصفة الرعضية دا دا سيدنا بينم عن إيه داود النبي على طول مع ربنا بيترجم كل الأحداث دا ربنا على طول هو دايما الإنسان المؤمن الحقيقي اللي له علاقة حلوة بربنا لما بيشوف حاجة غير عادية ومش متعود يشوفها باستمرار وظاهرة نادرة وراها عمل إلهي أكيد يعني فابتدى يكلم ربنا اللي هو صانع الخليقة الخالق واللي له سلطان على كل الخليقة فداود النبي هنا ممكن نوصفه بأنه له علاقة بربنا قوية في كل الظروف حتى لما أخطأ وجه نسان النبي عشان يوبخه قال له أخطأت إلى الرب قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت فهو بيربط كل حاجة بربنا يعني كل ما لا يستطيع عمله الله يعمله في حياته يعني مغفرة الخطيئة دي مش في إمكان الإنسان في إمكان الإنسان يتوب ويعترف لكن عشان ياخد الغفران ده عمل إلهي عشان كده بيلجأ لربنا هو يعمل التسبيح باستمرار فأي حاجة بيحولها للتسبيح بالضبط يعني يشوف أي ظاهرة أي موقف على طول يبتدي يسبح ربنا الخالق والرازق ومصدر كل حاجة كويسة يعني لأن علاقته قوية بالله فأي حاجة بيترجمها على طول على طول يتكلم فيها مع ربنا حولها إلى تسبح في المزمورة دي سيدنا كلمة صوت الرب اتكررت سبع مرات وكلمة الرب اتكررت 18 مرة يفتك يعني بتحللنا باستمرار الأرقام في الكتاب المقدس فليه اتكررت في المزمور ده وكلمة صوت الرب سبع مرات ورقم سبعة ورقم الكمال الروحي يعني رقم ستة الكمال الأرضي عشان كده ربنا خلق العالم في ستة أيام لكن رقم سبعة هو رقم الكمال الروحي يعني عندنا سبع أسرار وسبع أرواح الله يقول كده الكتاب فعشان كده الرقم سبعة هو رقم يشير إلى الكمال الروحي هو هنا بقى صوت الرب ممكن يكون يشير إلى الروح الحدسة اللي بيتكلم في قلوبنا ممكن هو الكتاب المقدس أطلق على يوحنى المعمدان صوت صارخ في البري لأن المسيح هو الكلمة كلمة الله الآب فعشان الكلمة تتسمع محتاجة صوت فكان يوحنى هو الصوت الذي أعلن عن الإبن الكلمة لكن هنا بقى صوت الله هنا عمل الروح الحدسة يعني يحول الشيء اللي مجهول محدش عارف إيه اللي بيحصل ده عصفة رعادية حاجة صعبة فعلى طول يكلم ربنا عن صوته صوته يعني وجوده وتأثيره كان حلول الروح الكلمة على التلاميذ برضو كان كما كان هبوب عصفة هبوب صوت كأنه هبوب ريح عصفة فبردو الرياح الرعادية دي يعني برضو صوت ربنا وهنا يعني داود النبي يميز أن العصفة الرعادية ديت صوت الله لأنه كان قريب من ربنا مش أي حد يقدر يميز أن دي كانت مقصودة يعني صح مقصودة أن هي رمز اللي روح الله في البعض يقول التفاسير العلمية مين اللي حركت دا علشان يتفسر تفسير نتيجة لكن فين السبب الله طبعا كلمة رب تكررت 18 مرة في المصبور دي يا سيدنا 18 كلمة الرب قررت 18 مرة يعني صوت الرب سبع مرات وكلمة الرب 18 مرة رقم 18 فيه الثمانية والعشرة الثمانية دا الحياة الأبدية فوق الزمن والعشرة رقم سماوي فكأنه عايز يقول أو بإرشاد الروح القدس يعني لداود هو بيرتل المزمور كأنه عايز يقول إن ربنا بعمله الإلهي هو الذي أطلق هذه الرياح الرعدية علشان الناس تعمل حساب لربنا من أجل الإنسان من أجل خوف الله ومن أجل إن الإنسان يعرف إن فيه إله موجود الدنيا مش سايبة كده يعني وممكن تكون 3 ب6 برضو هو الثلوس ممكن و6 ده عمل الله من أجل الإنسان تمام ممكن و2 في 9 التسعة الرقم اللي قبل العشرة يعني 9 زائد 1 وهو الله يبقى العشرة يبقى السماء ولذلك كان أي مكان يخص الله كان مكان يجتمع فيه الشعب يلتقي الشعب مع الله في المكان في مكان العبادة يعني يا سيدنا يعني السؤال بيفرض نفسه إزاي نميز صوت ربنا زي ما داود ميزه أو إزاي نضرب نفسنا يعني على سماع صوت الله آه دي مهمة أوي الحقيقة صوت ربنا بيظهر بوضوح للإنسان اللي عايز يعرف رأي ربنا إيه خصوصا لو بيبدأ حاجة تخص ربنا يعني واحد مثلا بيدعى لسيامة في درجة من درجات الكهنوت لازم يسمع صوت ربنا يدعوه أن يكون كاهن له أو مدبر في الكنيسة كأسقف أو كده يعني فمهم أوي سمع صوت ربنا إن الإنسان يتأكد إن دي دعوة إلهية أتته من الله فلازم يسمع جواه زي هاتف كده صوت ربنا لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله آه بالضبط كده يحن الأولى بالضبط يعني ولذلك الهراطقة من الإكليروس دول مش ممكن يكونوا يعني فيهم روح ربنا أو بيقودهم روح ربنا لأن الهرطقة ضلالة طبعا فالذي يضل الناس هو الشيطان طبعا يبقى دروح بس حاجة من الشيطان دقا في ناس برضو بتجري ورا الكهنود يعني في ناس بتسعى للكهنود يعني يبقى له أهداف بقى مش يعني لو لو هو نافع كان ربنا دعاه بس ربنا بيسمح علشان يبقى باين ده من ده يعني فيه فرق يعني دايما الأبيض يبان بالأسود وبرضا سيدنا صوت ربنا واضح طبعا في سفر الأمثال أصحح تماما يقول لعل الحكم لا تنادي والفهم ألا يعطي صوته يعني صوت ربنا واضح مش كده اه تماما ستقول أميزه إزاي أعرفه إزاي صوت ربنا واضح لازم الإنسان المدعو لعمل كنسي أو روحي لازم يسمع صوت ربنا وإلا لا يقدم لأنه يبقى متطفل مش مدعو والمتطفل مش عارف يعمل حاجة لذلك في البعض اللي يعني بيقول لأ ده مش غلط انه يقول لأ اللي هو يقول لأ اللي هو يقول لأ اللي هو بسمعش صوت ربنا مفروض نهرب من الكهنوت لكن ما نرفضوش طالما ربنا عايز خلاص لكن ما سعاش وراه ولا رفضه يعني اللي اتنين غلط يعني أو تطرفين لكن المظبوط إن الإنسان لا يسعى ولا يطلب لكن يطيع صوت الله اللي عايزه لا يا سيدنا برضو في سفر العبرانيين أو في رسالة العبرانيين تقول لأ اليوم إن سمعتم صوته وفعلته قصه قلوبكم يعني قصوة القلب تمنع سماع صوت الله بالزبط يعني يبقى رافض يسمع صوت ربنا مش عايز يسمع صوت ربنا فربنا مش هيفرض نفسه عليه لكن اللي يصلي ويطلب ربنا يسمع صوته على طول المزمور يا سيدنا يبتجي يقول قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب أبناء الكباش قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا اسمي اسجدوا للرب في دار كدسي دايب دي دعوة دعوة للناس إنهم يسجدوا أمام الله ويتعبدوا لي نقولهم بقى كلمة 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 قدموا للرب يا أبناء الله أبناء الله اللي هم أخدوا نعمة البنوة في المعمودية وكمان مجال لعمل الروح القدس دايما في سر التسبيت سر الميرون فده الروح القدس بقى خلاهم أبناء يسجدون للآب السماوي قدموا للرب أبناء الكباش نعم الكباش اللي هم الخراف الذبائح يعني قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب أبناء الكباش دي الوسيلة بقى الزبيحة كمان أنا أقدم نفسي زبيحة زبيحة حية ممكن ما هو اللي بيترسم برضو ما هو بيحصف كده إنه أقدم ذبح إرادته وطاوع ربنا في دعوته يعني وقدموا للرب مجدا وكراما المجد هو مجد الله يعني الإشادة بمجد الله ويكرم ربنا بالتسبيح وقدموا مجد وكراما فالنشيد بالمجد الإلهي وكمان نكرمه في العبادة والتسبيح وقدموا للرب مجدا لإسمه مجدا لإسمه باعتبار إسم الرب ممجد يعني يستحق المجد يعني يعني مجرد إسم الله دليل حلول الله في المكان فعشان كده إسم الله له كرامة عظيمة كيرا بنها نحني أو بن نرشن الصليب ونسجد طبعا أو نسمع إسم الرب طبعا ده صحيح يسجدوا للرب في دار قدسي دار قدسي يعني الدار المقدسة لله التي اختارها ليسكن فيه وهنا ما بنقولش ربنا بيسكن في مكان العبادة بمعنى أنه محدود لا ده ربنا مالي الكون مالي الكون كله لكن هي الفكرة أن ده مكانه ولذلك أحد الأباء يقول لما تطلب طلبة وإنت في بيت ربنا الله يستجيب لأن ده بيته وإنت جيله ضيف يعني لكن لما تطلب طلبة في بيتك أنت يعني الله هيستجيب بس ملهاش القوة بتاع الطلبة اللي في بيت ربنا كده بنروح الكنيسة فلازم الاتنين مع بعض أصلي في مخدعي وأصلي في بيت ربنا صوت الرب على المياه الله المجد أرعد الرب على المياه الكثيرة صوت الرب على المياه بقى زيادة الخليقة الأولى ما هو الخليقة بدأت بالماء والروح والكان على وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه فقال الله ليكن نور فكان نور فبدأت الخلقة من الماء والروح عشان كده تجديد الخلقة بيبقى بالماء والروح في المعمودية المياه الكثيرة بقى رمزاً للمعمودية آه بالزبط متجددة مياه الكثيرة بمعنى أن كثيرون سيولدون من الماء والروح مياه كثيرة صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم القوة هنا مش القوة العضلية لكن القوة الإلهية القوة اللي تخلي الإنسان له سلطان يعني يعني لما تشوف قديس يجي له حد عليه روح نجس على طول يبقى مش طايع مش قادر مش قادر الروح النجس يسكت فيعلن عن نفسه فيطرده القديس من هذا المسكن يعني الإنسان ده فدايما قوة الله ظاهرة في رجال الله أو في الناس المرتبطين بربنا يعني إمتى الإنسان ما يتمتعش بقوة ربنا لما يكون بعيد والخطيئة وأخداه من ربنا فما تظهرش فيه قوة ربنا عارف زي اللون الباهت كده مش زاهي مش قوي مش واضح فصوت الرب على المياه اللي هو الروح الكدس على المياه يديها قوة الولادة الجديدة بالضبط صوت الرب على المياه إله المجد أرعد يغير طبيعة المياه يعني مش مياه عادية يعني آآ زماية المعمودية مياه بتالد الإنسان إبنا لله صوت الرب يحطم الأرز الرب يكسر أو يكسر أرز لبنان كلمة الأرز هو الشجر الكبير الطويل المنتشر شجر الأرز ده موجود في لبنان بكثرة يعني عشان كده قال أرز لبنان واحد يقولها أرز الأرز ده حبات صغيرة لكن أرز لبنان هو الشجر الكبير قوي اللي له حجم وله قيمة جبارة شجر الأرز يرمز إلى التشامخ الكبرياء بقى صوت الرب يحطم الأرز الكبرياء والتشامخ يعني صوت الرب يحطم أرز لبنان بمعنى الكبرياء والشمو أو التشامخ يعني عشان كده الكتاب يقول الله لا يشمخ عليه نحنش يقدر يتكبر على ربنا يعني ده برضو في المعمودية الموت الإنسان العطيق أه طبعا طبعا الموت والحياة في يد الله فإماتت الإنسان العطيق وصفاته ده عمل إلهي طبعا ويقوم بقى مع المسيح بالكيان الروحي جديد القادر على هزيمة الخطير وطبعا منذكر عزنا المشاهدين إن صلاة الساعة الثالثة هي رمز لحلول الروح القدس على التلاميذ وقت حلول الروح القدس على التلاميذ نحن عشان كده المزمور دوت يتكلم عن الروح القدس بالضبط كمان لما حل الروح القدس على التلاميذ حل بشكل ألسنة نارية وكمان عمل صوت صوت ريح قوية فده صوت ربنا صوت الروح القدس في حلوله مع إن المية والنار عكس بعض يعني المية تطفي النار لكن يبقى الألسنة على شكل ألسنة نارية والمية برضه ورمز الروح والصوت الصوت الريح قوية زي صوت ريح قوية في هبوب ريح عصفة التعبير اللي تقال يعني هبوب ريح عصفة فتقفز مثل عجل لبنان الأشجار بقى اللي هي أشجار الأرض ديت أيوة بسبب العصفة تقفز مثل عجل لبنان يعني شوف الشجرة اللي هي كبيرة ترمز للتشامخ والكبرياء كله قدام ربنا ينهزم ما يبقاش له قيمة يعني يعني قوة الله لا تغلبها أي قوة أخرى مهما كان مظهر هذه القوة متى التعالي برضو والتشامخ والكبرياء والذات أرز لبنان يقولوا يا وسريون مثل ابن البكر الوحشية الوحشي يعني وحشي يعني يهاجم ومستفز ويأذي وكده يعني مع الشيطان كده يعني بيشبه أن عمل الله يبطل خطط الشيطان ويبطل الوسائل التي يستخدمها الشيطان لإسقاط الإنسان مهما كان هذا الإنسان ضعيف لكن بيستنجد بربنا لازم ينتصر وصوت الرب يقطع لهيب نار يقطع لهيب النار يعني ما يبقاش مستمر زي ريح قوية تطفئ النار برضو رمز الروح القدس اللي حعل على التلاميذ على شكل ألسنة نار تمام يعني الروح القدس يبطل النار اللي هي بفعل شيطاني يعني النار التي تحرق الإنسان ده يبطلها على طول وكمان يخلي عند الإنسان اشتعال روحي داخلي ده بقى نار مختلفة بقى عشان كده حلت الألسنة النارية الروح القدس على شكل ألسنة نارية عشان كل واحد منهم يبقى مشتعل بحب ربنا وبواجبه في الخدمة ما يبقاش متباطئ ما يبقاش متكاسل أو مهمل لكن نار الروح القدس يعني تأكله من داخله من غير الروح القدس ما حتى يقدر يقدم خدمة كما يريد الرب يعني تمام بلزبط معنا أتصلم أستاذة مريم أيوة سلام يا أود سابون سلام ونعم أهلا بيك تفضلي بسؤالك معك سابوني أنه قابل القياد يا سيدنا أهلا ما سهلا أنا كنت عايز أسأل يعني إيه في الموت مخارج كثيرة الإيه في الموت مخارج كثيرة آه هل معنى كده أنه الرب ممكن يقيم مية زي ما أقام لعذر له مخارج بمعنى الوسائل التي تأتي بالموت كثيرة وقوة الله تغلبها جميعا يعني عشان كده لو قال مداخل يبقى أسباب الموت لكن المخارج دي بقى شغل ربنا اللي يبدد الموت جميل يا سيدنا شكرا لو صوت الرب يزلزل القفر الرب يزلزل بريات قادش آه القفر بقى لا فيه أشجار ولا فيه زرعة ولا فيه حاجة لكن قوة الله تظهر في الريح القوية تلاقي الرمل بيطير كده حتى ساعات تيجي عواصف رملية على المدن دي من الصحراء إيه اللي حملها من الصحراء للمدينة قوة الريح قوة جبارة دي البرية يرقى حالة بقى رمز الإنسان اللي هو مفهوش روح الله آه اللي هو خالي من الحياة الروحية إلى صمر خاوي من الحياة الروحية مالوش في الحياة مع ربنا يعني معنا اتصال تاني من مريم ألو أهلا بك يا علي صوتك وكلمي سيدنا أسمعينا من التليفون وكلمي معك سيدنا عندها مشاعر كلبية أهلا بك يا علي صوتك وكلمي مع ربنا عيدة مالدني مريم أهلا بك يا علي أنا كنت في أيام من الشباب يعني فقمي يعني أيام من السن الجرح أنا بالوقت وسن الجرح بس بس مع الأعنات اللي عملتها الضبان بس مش قادر أعطيلي كذيها لأربع ثلاثة بل انا بلزم داريها كتوقت والحمد لله اللي اعني ماشي في طريق تضمين والحمد لله بضعي البيت والأهل والصارة بس بالوقت مش ادرا سومه عشان انا كعباني مش ادرت سومي؟ مش ادرا سومه عشان انا كعباني مش ادرا سومي بتنضح اللي من همونا لان انا عينك عشان عمضة ايوه ايوه احنا سامعينك بالعافية على فكرة مش عارف برضو في الكنترول سامعينك كويس ولا ايوه يقولوا لنا انت بتقولي ايه يعني اللي انا سامعه بس اقوليه صحة ولا غلط بتقولي يعني ممكن يكون فيه خطايا قديمة ايام الشباب وما اعترفتش بيها ما اعترفتش بيها يعني يعني مورة مؤثراتي بيه بس مورة ثلاثي بس بطريقة غير مباشرة بس انا ما لانزم عليها هل ربنا يعني ايه من خطي والمحي وان ايه مش عشان بس اعترفت بيها ما اعترفت يعني من زمان خارج يعني حاولت اعترف بيها بس بطريقة غير مباشرة غير مباشرة يعني بس حصلت التوبة بس التوبة موجودة اه التوبة موجودة والحمد لله وبعد دنيان على انا عملت والجزء تاني من السؤال ان انت مش صايمة عشان مش قادرة صحيا تصومي واخد حل من ابي اعترفتك اه طيب سيدنا بتقول ان يافتك موجودة لازم تعترف بيها تاني بقى لا خلاص مدام اعترفت بيها قبل كده خلاص لكن هي بس الفكرة ايه الفكرة ان مش ربنا بيمسك لنا على خطيئة ربنا مش كده خالص لكن ربنا يهموا ان انا اسيب الخطيئة ليه التوبة بس التوبة والاقرار بيها والابتعد عنها ما ارجع ليهاش تاني ولو رجعت اكرر برضو التوبة والاعتراف والتناول وهكذا يعني هو ربنا مش بيمسك لنا على غلطة لكن حدد تشانيلز معينة قنوات قنوات للمغفرة استفيد من هذه القنوات وعلى فكرة الصوم برضو فيه فيه حاجات صيامي ممكن تنفع يعني زي مثلا اللبن بتاع المكسرات صيامي من اللوز او حاجة زي كده يعني قصدي وفيه الفول الصوية يعني حاجات كويسة يعني مفروض يستعملها الشخص بدل ما يفتر بدل ما يفتر خالص صيامي برضو وقلنا الكلام ده في حلقة قبل كده يعني يبعد عن الحاجات بس اللي هتأذي معدته اه لكن هي صوم برضو فيه وعلى فكرة الصوم نسك اختياري لكن المرض نسك اجباري يعني برضو ربنا يقدر قوي ظروف المريض يعني ما تبقاش حجة ايه كل إنسان بقى معيار لنفسه في المرض طبعا أستاذ نادر معنا علوه سلام 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 أهلا وسهلا تذكرني في صلواتك محتاج صلوات كتيرة ربنا معاك حبيب سلام يا بويا سلام ونام أهلا بك حبيب سيدنا فيه سؤال في بداية إنجيل لواء إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة علّ صوتك شوية لو سمح إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة طيب يعني هو القديس لواء بيكتب بوحي إلهي الكثيرون دول مين ده أولا الحاجة التانية أكتب إليك أيها العزيزة وفيلوس طب الكتاب مكتوب مش لشخص مكتوب للكل النقطتين دول يعني أنا مش فهمهم مش أدر أفهمهم من فضلك نيافتك لو تكرمت يعني بعد إذن قدسك بس أهم حاجة تشكرني في صلاتك اللي يطول عودي ديم كهنوتك وديم غاستك للكهنوت شكرا شكرا محتاج سلواتك محتاج سلواتك ربنا معاك حبيبا ربنا معاك هي مش تأليف قصة هو الترجمات من اليوناني واللغات وكده هو يقصد يقول اللي شافوا وكتبوا كمصادر موثوق فيها والروح القدس بيقود اللي بيكتبه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله مسوقين بالروح القدس فتأليف قصة هنا معناها إنهم شافوا وبيكتبوا بقيادة الروح القدس برضو اللي بيوجه رسالة العزيز توفيلس أو أي شخص أو كده مش يقصد إن الرسالة قاصرة على الشخص ولكن دي مناسبة كتابتها لكن الروح القدس عممها للفائدة دي طريقة في الكتابة يعني بالضبط تمام وكيرية برضو حنى الحبيب كتب تلمسته كيرية وبولوس الرسول ذكر فيبي شماسة كانخرية يعني فيه أشخاص كان الرسل بيكتبوا لهم لكن الروح القدس اختار هذه الكتابات لأنها كتبت مسوقها بعمل الروح القدس شكرا سيدنا نستاذي نفتك ناخد بفاصل قصير نقدر بفاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيفة الحبر الجليل الأنبى بن يمين مرة أخرى عزيزي المشاهدين مع نيفة الحبر الجليل الأنبى بن يمين نيفتك بتكلمنا في المزمون رقم 28 مزامير الساعة الثالثة صوت الرب يزلزل الكفر الرب يزلزل برية قادش الروح القدس، الإنسان الخالي من الروح القدس عامل زي البرية بلا ثمه تمام بالضبط بس هو الروح القدس على استعداد أن يتعامل مع أي إنسان بس المهم يبقى عنده استعداد دايماً بشبهها بالإزازة المقفولة طب هتحط فيها حاجة إزاي؟ لازم تكون مفتوحة فلما تكون مفتوحة نقدر نحط فيها حاجة لكن مقفولة ومش عارفين نفتحها لأن الله يحترم إرادة الإنسان هي دي النقطة المهمة يعني سيدنا صوت الرب يولد الأيائل ويجرد الغبات وفي هيكله المقدس كل واحد ينطق بالمجد الأيائل هي الغزلان جمع أيل آه جمع أيل نوع من أنواع الغزلان أيوة بالضبط فيولد الأيائل يعني معناها أنه الولادة في أي مخلوق يعني ده عمل إلهي يعني مش بس الزواج هو المصدر النسل لكن ده عمل إلهي ولذلك يقول البنون ميراث من الرب ده في الإنسان في المخلوقات بقى الطيور والحيوانات والحاجات دي برضو استمرارها بالتناسل الطيور عن طريق البيض والحيوانات عن طريق الولادة فكلها مخلوقات مستمرة أجيال أجيال وراء أجيال وإن كان المشهد هو المعمودية فالأيائل هي المؤمنين اللي بتولدهم المعمودية بيقالهم سلطان على الشيطان يقولوا يا سيدنا الأيائل دي بتحط مناخرها كده في الجحور عشان تستفز التعبين والتعبين تطلع فالأيائل تموتها آه تدوس عليها آه يعني هو عايز يقول إن حتى لو فيه حرب شيطانية أو فيه متاعب روحية الشيطان بيعملها لكن القوة اللي معانا تغلب كل هذا إذا كان الأيائل بيغلبوا الحيات دايما الحية ترمز للشيطان والغزلان ترمز لأولاد الله فرغم إن الشيطان أقوى طبيعته أصلا ملائكية بس سقط لكن بسقوطه إحنا بالروح القدس بقى أقوى منه إن الله أعطانا سلطان أن ندوس الحيات والعقار وكل قوة العدل الرب يسكن في الطفان الرب يجلس ملكا إلى الأبد آه يسكن في الطفان هنا بمعنى إن هو المصدر الأمر المياه عشان تبقى طفان يعني مش لوحدها المية كده تعمل طفان ده المية ارتفعت فوق الجبال في الطفان هي منوح الحاجة الوحيدة اللي ارتفعت فوق المياه السفينة الفلك الفلك بتاع نوح وكان فيه ثماني أنفس نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجته وبقى المخلوقات كلها كانت معاها كله مات مع عدل في الفلك وهنا الفلك يرمز للكنيسة بقى والطفان يرمز للمعمودية بقى ربي يسكن في الطفان المية اه المية بتاع المعمودية دي مش مية عادية بعمل الروح القدر الإنسان اللي عاطيك يموت واحنا الإنسان الجديد يتجدد يقوم مع المسيح جديدا طبيعة جديدة بس دي إمكانية أصل المعمودية لا تعطي عصمة لكن تعطي حصانة والإنسان بقى لو استفاد من الحصانة يبقى كويس يبقى محصن يعني الرب يعطي شعبه قوة الرب يبارك شعبه بالسلامة اه القوة من الله وهنا بقى يعني لازم نعرف أن دايما الله يحب أن يعطينا قوة خصوصا وقت احتياجنا فالإنسان لو ضعيف قدام خطيئة قدام مشكلة قدام حاجة عارضة ما يخافش أن قوة الله معاه تعطيه الغلبة على أي قوة معادية يعني أو شيطانية المزمور يا سيدنا التسعة والعشرين المزمور اللي بعثه في مزامير الصلاة الساعة الثالثة هو برضو يبتدي بأعظمك يا رب لأنك احتضلتني ولم تشمد بأعدائي اه جميلة قوي أن الكنيسة بتعمل في أقصى الشرق حضن الآب وكأن كل اللي في الكنيسة متجهين لحضن الآب ومستمتعين بهذا الحضن حضن ربنا يعني شيلنا كلنا جميلة ولذلك دايما الطفل لما يتولد يحتاج إلى حضن أمه وحتى الرضاعة مكانها في الحضن فتحتضنه في بطنها ولما يتولد تحتضنه في صدرها أو يعني أمام صدرها ويرضع ويشبع هي كنيسة كده كنيسة بتشبع أولاد ربنا إن كان المزمور بقى 28 بيرمز لحلول الروح الكدس أو ده يعني علينا صلاة ساعة الثالثة برضو بنصليها في وقت حلول الروح الكدس فالمزمور داي سيدنا برضو بيرمز لوقت محاكمة السيد المسيح والحكم عليه بالصل طبعا هي الساعة الثالثة برضو ولم تشمل بي أعدائي يعني معناها إن البر أقوى أقوى من أي تهمة ظالمة البر الذي يعطيها الله للإنسان يعلن بطريقة تمجد الله وتمجد الإنسان اللي بيطيع عمل الروح الكدس وبرضو يقال إن داود النبي صلى المزمور داوت بعد ما ربنا سمحه في خطيته مع امرأة قرية الحثة فحولها إلى تسبحة يعني داود النبي مسته إنه كان ما بيفوتش فرصة يسبح فيها ربنا فعمل لنا بقى يعني مزمير كثيرة جدا لتسبح الله وتمجيده في كل الظروف يقول أيها الرب إله صرخت إليك فشفيتني هنا الشفاء بقى يقصد الشفاء الروحي لأنه قالها بعد ما ربنا إبل توبتو توبة ونسان النبي قال له كده الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت يعني لحظة فارقة في حياة داود قبل ما يسمع التعبير دا وبعد لحظة فارقة هي دي اللحظة اللي بنعيشها وقت الاعتراف الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت وبياخدها أبونا قبل اعتراف حتى عاد سبيحة ما تغفرش يا رب أسعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهبيتين في الجب هو يقصد هنا بالجحيم أي مواقف صعبة الإنسان هو طبعا المعنى الإيماني إن الإيمان بتاعنا ومرسة الأسرار نجانة من الجحيم لأن الجحيم هو مكان انتظار الأشرار ولما الإنسان مدام الإنسان لجأ لربنا وبياخد الحل والغفران ويتناول ياخد الدم تمن الخطيئة والجسد القيامة يديه حياة أبدية عوض الموت الأبد اللي بتديه الخطيئة فهنا ترجمة بقى للبروسيس دي أو العملية دي اللي مستمرة في حياتنا طول ما احنا عايشين ما خدناش عصمة لكن خدنا حصانة يريد تستفيد بيها وما غلطش لكن حتى لو حصل بسبب الضعف البشري فعلى طول ربنا أوجد لنا المنفذ لو كان ده مشهد الصليب يو ده الإبن برضي يقول يا رب أصعدت من الجحيم نفسي لما سيد المسيح نزل إلى الجحيم وما بقى عن عن لما السيد المسيح هينزل أه أيوة بالضبط إنقاذ السيد المسيح ده كان بعد موته في الساعة التاسعة وخلصتاني من الهابيتنا في الجب الجب بقى اللي هو برضو النجحين ما هو الجب ده المكان اللي بيبقى فيه أسود وحوش بتاعه مكان منخفض يعني آه يعني بيمنعوهم عن الناس لألا يفترسوهم فيبقى مكان لوحده بقى كده جب الأسود مكان تحت ويرمز إلى القبر أيضا الجب ده وقت يرمز إلى القبر طبعا والجحيم الجحيم أيضا الجحيم يقولوا تحت الأرض معنا أتصال من أستاذة هاني ألو؟ أهلا بيك تفضلي بسوأين قبل الأيدي أصابونا قبل الأيدي سيدنا أهلا وسهلا الله يخليك إيه سيدنا تعيش وتعاملين منها يسيدنا تعيش يا رب أنا يخليك الآخر قطعة أو ثلاثة الساعات تعيش أنا مش عارفة الكلمة دي عند أبتك تقوله إيه متى وقفنا في هيكلك المقدس نحتبقى القيام في السماء ولا هيكلك يعني إحنا بنكمل لستة العدرة الجملة الثانية يا وردة الإله أنت بيها بالثانية فالصح التحقية سيدنا هيكلك المقدس ولا هيكلك هيكلك المقدس أهلا لأنني بيتكلم عن حياتنا في الكنيسة يعني في مكان العبادة يعني أنت هيك ستة العدرة بقى صارت هيكل للابن الكلمة في أحشائها بعمل الروح القدس هيكلك المقدس نح سبقى القيام في السماء يا ولد أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة والتحنن معنا أستاذ جيرجس ألوه أهلا أستاذ جيرجس بسؤالك أنت على الهواء أيوة نفضل إنها دي يا باب الرحمة أهلا بيك يا جيرجس كنت سأفتني أفرتك السبوع اللي فات على سؤال وصر الصوت ما كانش واضح أهلا نبوة عن صور نبوة إيه؟ عن صور عن نبوة من صفر عشائية وتحديدا للصحاح 23 أيوة تفضل ويكون سمعني نياستك كويس كده؟ علي صوتك شوية ما قل لي نياستك سمعني كده؟ أيوة سمعك ويكون من بعد السبعين سنة إن الرب يتعاهد طور فتعود إلى أجرتها وتسمي مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض وتكون تجارتها وأجرتها بقدسة للرب طعيم سمعني كده يا بي؟ كل النبوات دي تمت قبل كده يعني هذه نبوات قديمة وتمت فعلا يعني مش لسه هتتم يعني يعني تمت بالفعل أيوة الزبط الحاجة اللي هي متنقضة وتكون أجرتها وتكون أجرتها قدسة للرب ما هو في أماكن كانت برابي للشياطين وتحولت إلى كنائس في العالم في أماكن كتير حصل فيها كده يعني قدسة للرب معناها مخصصة للرب ملك ربنا ومكان عبادة لله يعني معنا أستاذ ملك ألو أهلا بيك تفضل بسؤالك أهلا وسألنا أهلا بيك حبيب سؤالي بس خارج الحلقة تفضل العشور أي ليه أخ مريض وماليوش شغل خالص هل تنفع العشور ليه؟ جزء منها ممكن على أساس فيه آية بتقول من لا يهتم بخاصته فهو أشر من غير المؤمن فتهتم بخاصتك أيوة لكن العشور دي ربنا أساسا يعني تبقى جزء بس يعني جزء دي تبقى سيدنا يعني جزء حسب أبا اعترافك بقى ما تقول له حالتك ويقولك يعني هو معندويش داخل النهاي إيه دا؟ معندويش دخل نهاي يعني جزء من العشور لأن العشور دي ربنا وبيت ربنا والفقير مقابي اعترافك هيوجه رتله للرب يا جميع قدسيه واعترفه لذكر قدساته لأن للحظة غضبه وحياه في رضاه العشاء يحل البكاء وفي الصباح الصرور الأولانية رتله للرب يا جميع قدسيه الفم المقدس لله يؤثر في التسبيح يعني التسبيحة تبقى مسموعة حتى لو ملوش صوت الله يسمع أنين القلب بالإنسان عشان كده لما يقول رتله للرب يا جميع قديسيه الفم المقدس حين يسبح الله يبقى مسموع يعني يبقى كده ربنا مبسوط هو بيسمعه يعني واعترفه لذكر قدسيه أو قدساته لأن للحظة غضبه ذكر قدسيه يعني معناها كل ما فعله من أجل تقدسنا يعني كل بقى مراحل الفداء وكل ده للحظة غضبه يعني بيزعل لما نغلط وما نتوبش لكن لمجرد نتوب خلاص يعني الأمور بتبقى عادية ويفرح بالخاطئ العائد زي الأب ما خد ابنه الضال في المثل اللي قاله السيد المسيح والحد الجاي هو حد الابن الضال بالمناسبة يعني فدي مهم قوي العودة إلى حضن الأب وقبل كده في حلقة قلت كلمة ألهب ونبشوي كامل الحضن الأب وقف على الإنسان الخاطئ يعني يفرح به قوي يعني أمين لحظة غضب السيدنا يعني الله يؤدب لكنه لا ينتقم آه يؤدب بمعنى أنه يقود الإنسان للتوبة مش يعقبه لأنه بيكرهه لا يعقبه لأنه عايزه لكن لو اندمك في الخطيئة تم وخلاص ضعه هو عايزه سيدنا في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور العشاء ممكن يروز للعلم دايما العشاء باعتبار نهاية اليوم يعني برضو كده يعني يبتدي بقى الظلام يخيم على العالم يعني وفي الصباح السرور لأن النور هو اللي بيخيم على العالم كله أو يعني يبتدي يظهر في العالم كله فعشان كده نهايته أمر خير من بدايته بمعنى أنه انتهاء اليوم هيكون بداية ليوم جديد معناها كده وممكن بقى في العشاء يحل البكاء اللي هو دا العالم وفي الصباح السرور طبق دي الأبدية آه يعني معناها أن الإنسان بيقدم توبة ولذلك صلاة الغروب وصلاة النوم والسطار مليانة بكلمات التوبة فيقدم توبة عن اليوم أول بأول كده عشان يبقى بيحاسب نفسه ويبقى فعلاً بينال مغفرة باستمرار والعشاء يحل البكاء ممكن تربط لدفن السيد المسيح في المساء في الصباح السرور دي القيامة آه باكر القيامة النور اللي يتابع الشروق وظهور الشمس الأول يظهر ضقها وبعدين يظهر القرس بتاع الشمس يعني شوف هنا في معنى جميل برضو أن النور أقوى من الظلمة لأنه يبدد الظلام الظلام يشير للخطيئة والشيطان والنور يشير لله وعمله فدايماً الله وعمله أقوى من الخطيئة والشيطان سيدنا يقول وحياة في الرضاة آه حياة أبدية بقى حياة في الرضاة يعني قبول التوبة والرضا عن الإنسان التائم هنا بقى انتقل من الموت إلى الحياة وقال كده الكتاب نحن انتقلنا من الموت إلى الحياة وفي الرضاة معناها ليس استحقاق يعني ده مش حقي ربنا هو الرضي الرضاة عن العمل نفسه يعني يعني كونه يقدم توبة دي حاجة تفرح ربنا جدا لأنه لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحق أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر يا رب بمصرتك أعطيت بهائي قوة صرفت وجهك عني فصرته قلقاً أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر يعني واحد بقى في وقت قوة يفهم بقى أنه خلاص يعني فيش زعزع ويغتر في نفسه يعني بقوته ده مشهد الغرور بالقوة يعني ساعات في مرحلة الشباب يبقى فرحان بقوته قوة الجسد طب فين قوة الروح ما فيش بينما اللي يزرع للجسد من الجسد يحصد إيه فساداً لأنه موت هيموت ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبداً أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الظهر ده الإنسان اللي هو فاكر نفسه مش هيقفة قطية ومغرور يا رب بمصارتك أعطيت بهاء قوة آه يعني شايف نفسه في الوقت ده إنه يعني مفروض ينسب البهاء والقوة دي لربنا اللي مدهاله مش لنفسه يعني صرفت وجهك عني فصرته قلقاً آه ربنا يصرف وجهه عنينا بقى لما يلاقيه مغرور يصرف وجهه عنه بمعنى أنه يتخلى قليلاً آه عشان يعرفه ضعفه يعني إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع آه لات منفع من دمي إذا هبطت إلى الجحيم هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك آه هنا بقى الصراخ في التوبة التوبة مش صامتة التوبة فيها صراخ داخلي لله اللي بيقبل التوبة ويحول الضعف إلى قوة والسقوط إلى قيمة هي دي بقى اللحظة اللي بيكلم عنها داود النبي إلا إلهي أتضرع آية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم آه لو أنا ضعت يعني آه فعايز يقول له يا رب أنا متمسك بيك فما تتخلاش عني آه ما تسيبنيش أضيع هاي التراب أو يخبر بحقك آه يعني التراب ما بينطقش ما بيتكلمش يعني الإنسان ما يبقى شوي التراب الجسد طبعاً لكن الروح تبقى في مكانها فالتراب دا هيفيد بإيه؟ مش هقدر يتكلم مش هقدر يعمل حاجة يعني دا صراخ البشرية كلها بقى قبل تجسد السيد المسيح بقى بالضبط تقوله إليك يا رب أصرخ إلى إلهي أتضرع آية منفعة من دمي إذا هبطت إلى الجحيم هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك؟ سمع الرب فرحامي جميل قوي بقى اللي جاية بعدها سمع الرب فرحامي آه هي دي اللحظة بقى اللي نتيجة التوبة لازم الله بيسمع ويرحم ويقبل الإنسان في حضنه ويتبنى بقى حياته يعني الرب صار لي عوناً حولت النوحي إلى فرح ليه آه هي دي لحظات بقى التحول من البكاء والنوح إلى الفرح والتسبيح آه عشان كده دي حلاوة التوبة بقى للإنسان يعيشها دايماً واخد باله من نفسه دايماً يحاسب نفسه دايماً يرفض الشر ما يبالش الخطيئة إلى آخر يعني وإنه مزقت مسحي ومنطقتني سروراً آه المسوح دايماً دليل التزلب وشال بقى المسوح دي نتيجة الفرح بقبول الله في التوبة واستبدل المسوح بقى بحاجة فيها بهاء ومجد منطقتني سروراً سروراً وفرحاً آه يحس بقى بالنصرة اللي ربنا ادهاله على الخطيئة يعني كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي آه ترتيل دايماً مفرح تسبيح دايماً مفرح لكن الخطيئة بتحزن قلب الله وتحزن الإنسان لو عنده ضمير يعني ما يبالهاش مصرور أحد فليرتل آه وحذين القلب فليصلي ولا يحزن قلبي أيها الرد إلهي إلى الأبد أعترف لك آه هنا بقى أعترف لك لا تلت معيني أعترف بمعنى أشكرك وأعترف بمعنى أتخلص من خطيئتي وأعترف يعني أسبحك على ما عملت معي ووصلني لللحظة دي دا عمل إله بلا شك يا سيدنا يعني دا مزمور التوبة آه ومزمور الفرح بالخلاص جميل رائع الساعة الثالثة الحقيقة فيها مزامير خلوة قوي قوي اللي يصلي المزامير يستريح جداً ويحس إنه مش لوحده معاه عمل إلهي كبير قوي بسيدنا إيه هي شروط التوبة المقبولة؟ كل الناس عايزة التوب بس إيه هي شروط التوبة المقبولة؟ أول حاجة التوبة قرار قرار لو ما فيش القرار دا ما مش هينفع أي محاولة فتبقى قرار نتيجة رغبة ولما يقرر نتيجة رغبة يحسب نفسه ويقرب خطيته قدام ربنا وقت ما بيتوب وأمام الروح القدس والكاهن أب اعترافه وقت الاعتراف وقت الاعتراف وبعدين بقى زي ما قلت كده بياخد الدم تمن الخطيئة فيتبرق منها وياخد الجسد القيامة يدي له حياة أبدية بدل الموت الأبدية هذه دائماً تحدث كل يوم كل فترة حسب ما الإنسان يحتاج يعني طب يعني لو حد عمل خطيئ وبيرجع لها تاني ده معناها ان هو ما تابش؟ معناها ان توبته ضعيفة تاب ممكن يبقى بطل حاجات لكن لسه في حاجات أقوى لسه في حاجات متسلطة عليه عشان كده لازم يقدم توبة كاملة بقى وفي دور للنعمة يا سيدنا طبعاً عمل الروح القدس يعمل بقوة وقت التوبة عشان يقيمه من السقطة اللي وقع فيها يعني يعني ممكن حد يكون بيقع بيتكرر وقعته بسبب ان هم بيعتمد على نفسه في الجهاد فقط ممكن بدون بيعتمد على النعمة الله؟ ممكن وبيكون مخلص وكل حاجة بس مش الخطيئة أصلها يعني فيها عنصر الإغراء والغواية وحب التكرار كده يعني وكلها حاجات متعلقة باللزة كده فلازم تكون في قوة روحية تنتشله من اللي هو فيه ده نشكر الآية تقول طوبني يا رب فقته أو طوبني فقته عمل إله بالروح القدس لكن ده مش معناه يعني اللي ما تابش ده مش معناه إن الله ما عملش معاه أو النعمة ما سندتهش حاجة جزئية حصل لكن كلية لسه عايزة مسيرة مسيرة طويلة والواحد ما يستعجلش بمعنى إنه لا يتباطق في التوبة ولا يستعجل في نتائجه مع الصلاة والتسبيح والوجود الدائم في عمل الأسرار الإلهية ربنا بيشتغل اسمها حياة التوبة يعني طول الحياة في توبة حياة التوبة مش توبة الحياة توبة الحياة يعني هي المرة أيوة توبة مرة الزبط توبة الحياة تغيير الحياة من تجاه لاتجاه تي لكن حياة التوبة بقى هي دي الممارسة بقى بعيشها كل لحظة وكل يوم الزبط شكرا سيدنا تعيش بوانا شكرا عن مسئلة جميلة شكرا جزيلا شكرا سيدنا الحبيب الأنبى بن يمين شكرا لأسرة البرنامج شكرا لكم أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم لكم أعزائي المشاهدين موسيقى 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 موسيقى